إزايكوا يا شباب عاملين إيه؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ال-stls وقلنا اللي فيها 4 components, algorithms, containers, factors, and iterators واتكلمنا عن ال-containers وقلنا فيها إيه بالتفصيل وقلنا المرة دي هناخد sequence containers بينهم ال-victor وال-list وال-dq وال-arrays وال-forward-list إحنا مرة فاتخدنا ال-arrays المرة دي هناخد ال-victor وال-list وال-dq وال-forward-list أتلاحوا الموضوع سهل جداً تعالوا نبدأ بال-victor ال-victor باختصار هو array بس شيك شوية هتقول لأنا مش فاهم أقول لك بص يا سيدي الأول عشان أعرف ال-victor أو مش ال-victor بس أي حاجة جاية بعد كده لازم أضيفها قبل المين بتاعتي قبل المين function لازم تكون طبعاً عارف يعنيه functions وشرحنا الكلام ده قبل كده بس باختصار بضيف library هنا كده اسمه hash include vector يعني ضيف لي الباشا ده اللي هو sequence container اللي اسمه vector ضيفهولي بكل الحاجات اللي جواه من functions وغيره طب بعمل له initialization أو بعرفه إزاي كال-IT بالضبط vector integer mario أنا كده عرفت vector من نوع integer اسمه mario طب ممكن أعرف من نوع string آه ممكن أعرف من نوع double آه بالشكل اللي قدامك ده هتقول لي طب تماماً كده وصلت للتعريف هقول لك احنا كده وصلنا للتعريف طب أنا عايز أضيف element جديد جواه هعمل ايه بص يا سيدي هنا بقى نستعمل الفنكشنز اللي جاهزة اللي فيه مثلاً لو أنا عندي vector اسمه mario فأنا هقول mario.pushpackx هتقول لي ايه ده هقول لك أنا كده ضفت element الeleمنت ده x ممكن يكون integer ممكن يكون double على حسب اللي عندي هتقول لي طب تمام جداً هقول لك تمام جداً 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 يبقى انتك كده لازم تفهم فكرة ان الكونتينر حاجة شيك وجوها functions built in بفضل أستخدمها عشان كده هي أسهل كتير يعني انت هتلاقييني بعد كده بتعامل دايماً بالضبط هتلاقييني بتعامل دايماً بالcontainers مش هتلاقييني بتعامل بالarrays يعني أنا غالباً بعد كده هتلاقييني دايماً بكتب بالفكتور ليه لأنه أسهل طب هل في functions تانية جاهزة جواه هقول لك آه في functions زي erase بتمسح في functions تانية ممكن أستعملها جواه هقول لك آه في v.back بتجيب لي آخر element أو آخر حاجة في الفكتور اللي ايه الحاجات الكتير دي هقول لك ما تلاقش أنا في الكودنج هفصص معيك واحدة واحدة وهكتب معك بالتفصيل أنا دلوقتي بديك functions كتير لأن الديكيو والليست نفس الفكرة تقريباً هو حاجة شيك جواها functions كتير الفونكشن دي بتعمل حاجة وأنا هسيب لك في الآخر reference لكذا function وادهم لك exercise تجربهم تشوف هستعملهم إزاي حاجة أخيرة حابب أحطها لك هنا وهي المقارنة ما بين vector والarray هتقول لي نعم هقول لك أيوة دي آخر حاجة إن انت تشوف الفرق ما بين vector وما بين array الvector dynamic الarray static هتقول لي يعني إيه هقول لك يعني لما كنت بعرف الarray كنت بحط حجم ثابت في الميموري مثلاً 10 elements 5 elements هنا لا هنا أنا بعرف الvector بعد كده ممكن أضيف أو أمسح يعني الحجم ممكن يكبر ويصغر معايا عادي جداً مش كده بقول عليه dynamic مش static وعشان كده هتلاقينيه في معظم الأوقات بس تعمل vector مش الarray تعالوا بقى ننتقل لجزء coding ونشوف شوية ما اللي احنا شرحنا ده بيتكتب إزاي ككود مش مجرد كلام احنا عمليين نقوله بقى عايزين نشوف الكود الفعلي هيبعمل إزاي تعالوا بقى احنا كده دخلنا في جزء الكود احنا قول اللي أول هنيجي هنضيف library هنكتب hash include هنضيف library vector احنا كده ضفنا library اسمها vector تعالوا نعرف vector integer maryo مثلا انا كده عرفت vector ممكن نمشي فور لوب integer i equal zero من i لخمسة مثلا i plus plus هقول بقى maryo dot push back i مثلا انا كده بضيف maryo dot push back i انا كده بضيف قولنا منمشي فور لوب من صفر لخمسة فانا كده بضيف صفر واحد اتنين تلاتة اربعة طيب انا ممكن اطبع مثلا see out maryo dot size في حاجة انا ما قلتها لكش الاكسس بتاعه يعني انا عايز اوصل لألمنت في الفيكتور هوصله ازاي انا قلت لك كده هو هو الاري فعشان كده لو هوصل لألمنت نفس الفكرة بتاعت الاري الاندكس maryo of zero يعني انا لو طبعت see out maryo of zero هديني zero see out maryo of one هديني one وهكذا maryo of one وهكذا مثلا انا بس قلت اقول لك يعني ايه الحاجات دي في الكوديج هشلتفتكيرا اكتر طيب انا كده دي function pushback pushback بتاخد time complexity of one هديني المعلومة دي طب لو انا عايز اجيب اخر element في الاري ممكن اقول maryo dot back او see out maryo of four او maryo dot size لان ماريو فيه فنكشن اسمه maryo dot size بتطبعلي size dot size minus one ليه minus one ان احنا قلنا في الانديكس بنبدأ من الصفر فهي الحجمة minus 1 مثلا انا بديك افكار دلوقتي تمام على بوريك الفيكتور بتعمل باي طيب انا لو عايز امسح فيه function اسمها erase انا عايزك تسيرش عنها بقى يعني انا عايزك تمسحلي اول element وتشوف هي بتاخد ايه بس يعني عشان اريحك موظم functions تديني البداية وفي mario.end دي هي النهاية بس انا مش هقولك الفنكشن استعمالها ازاي انا عايزك انت تحاول تستعمالها عايزك تجرب تمسح اول element بعد كده ثاني element بعد كده ثلاث element عايز تدور عليها في حتة ممكن تدور عليها على موقع geeks for geeks تمام يعني كده تريبا نطيلك كل حاجة عن الفيكتور زي نطيلك هو نفس فكرة الاري بس هو اشيك بكتير من الاري واسهل بكتير من الاري هلو بقى نطبع هذا الكلام تمام هو طبع اه طبعا احنا نعمل endline عشان احنا طبعين كلهم ببعض شكلهم موحش endline كبتتبع سطر جديد لانتفاكر بالزبط بصده حجم الاري خمس عناصر من 0 إلى 5 0 1 2 3 4 بعد كده اول element في الاري بصفر تاني element في الاري بواحد ده حجم الاري وانا كده geeks فور geeks لو حابب تسرش على حاجة طيب انا قلتلك يعني most used functions يعني حاجات بنستعملها كتير البوشباك mario.back عب بسيطة فيه functions ثانية كتير قوي بقى لو دخلت على geeks فور geeks وهنستعملها وممكن نستعملها احنا ماشيين يعني لو قفت قرطها او حلت بها مسائل فهتلاقيني بستعملها معيك بس ايه فكرة واحدة ان انت mario ده container احنا انا دهنا calibrary والcontainer ده جوية functions فانا بقى ممكن اقول mario dot بعد ال dot دي بيجي لي بقى ال function بتاعتي هنا انا بندها functions مع pushback هنا بندها functions مع erase وهكذا انت فهمني بس وبندها ازاي بندها بالاسم عشان اعرف اي حاجة لازم اندها باسمها يعني الموضوع سهل عشان كده احنا بنسميها وبنديها data type وانا قلتلك الفرم بين كل دة data type والتانية بس كده ده كده فيديو coding ما تستشل ويكو subscribe انا منسى اطلب الحوار ده بس ما نستشل كي يلا سلام اخيرا بقى ما تنساش تعمل subscribe في قناتنا على اليوتيوب وكمان ما تنساش ان انا اعمل لك موقع باسم ستر الاجوريزموس هتلاقي عليه المحتوى كله ممكن تخش تلاقي عليه الترتيب وتشوف الفيديوهات ازاي كمان في صفحة الفيسبوك لنا وكمان في جروب لحل المسائل وكمان عندي على التيك توك بنزل كل الشورتس اللي بتنزل على اليوتيوب والفيسبوك وممكن نزل محتوى جديد وفي قناة تانية انا اعملها لها علاقة بالجيمينج موجودة ده كده وجودي على كل المنصات تقريبا وسهل جدا تواصل معي عن اي واحدة منهم حتى اليوتيوب برد عليه وشكرا لدعمك تشجيعك وبتسم واستمتع بالفيديوهات سلام